واضح السبلي وفك كل أسير واغنعائلنا ورد كل غريب خائف واجلي واشفي الجريح سريعا من إصابته فأنت مبزعنا في الحادث الجللي ومن علينا بأمن في مرابعنا وجنة الخلد فهي الفور بالأمل وعترته من حبهم فرض عين واجب العمل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذى الله ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه سمية الزهراء لأنها كانت إذا قامت إلى محرابها يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر نورها وكما يزهر نور الكوكب لأهل الأرض حديث كثير عن الزهراء صلى الله عليه وسلم هذه القمة مكنون الزهراء توقف العلماء عمالقة البشرية توقفت أمام مكنون الزهراء ومعرفة الزهراء حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا والزهراء كذلك توقف العلماء توقفت العمالقة إذا تسمع السيد الإمام صلى الله عليه يقف إلى حد يقول خلاص ما نقدر نتحدث عن الزهراء ما نقدر نتعمق أكثر عن الزهراء شخصية الزهراء هذه العملاقة معروف مكنون الزهراء هذا اللي سمعنا عن الزهراء بضعة مني من آدها فقد آدى الله كثير من الكلمات والعبائر وما قيل في الزهراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وما وراء ذلك في مقام الزهراء هو مقام عظيم لم يعرفه الخلق إذن الزهراء هذه المرأة العظيم حينما يتحدث الخطباء العلماء في هذه الذكرى في ذكراهم ننقل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوله الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أنا لو أقرب إليكم الفكرة نحن في بعض الأحيان نسأل أحد العلماء أنت وين دارس قال والله أنا دارس على يد السيد الخوي هذا هذا في المجال العلمي يقول هذا رجل فاضل ما شاء الله هذا رأي دارس على يد السيد الخوي وهذا دارس على يد السيد محسن الحكيم وهذا دارس على يد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يصير مفخرة في قريتنا مفخرة في مجتمعنا لأنه درس على أيدي من نقول هنيئا لك جاورت الشهيد الصدر هنيئا لك درس عند السيد الخوي زي فما بالك بشخصية عاشت مع رسول الله تغدت بفكر رسول الله هذا بتعاليم رسول الله تسمع أنات الرسول تسبيحات الرسول صلوات الرسول عبادة الرسول الرجل الأكمل أمامها مذجسد في بيت النبوة هاي شو نصر عملاقة هذا مينو قدر يتحدث عنها هذا على مستوى شنو على مستوى العلمي على مستوى الروحي بس للتقريب يجيك واحد يقول لك والله أنا دارس رافقت الشيخ بهجت في الجانب الروحية أو يجيك واحد يقول أنا عاشت مع صاحب الميزان السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في مجاله العرفاني شلون تعزه شلون علاقتك به شلون تتحدث عنه في المجالس وكثير من الناس حينما يكتبون في شخصيتهم عن تاريخهم عن كذا يقول والله أنا درس عن فلان وفلان 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 يصير عملاق في المجتمع هذا اللي عايش في أحضان رسول الله في بيت رسول الله يتغدى مع الرسول أدل يسمع الوحي محدثه ومحدثه أدل محدثه ومحدثه وتعيش مع أمير ومسلام الله عليها القرآن ومع علي وعلي مع القرآن تعيش مع القرآن الناطق وتعيش مع القرآن الصامت وتعيش وتسمع الوحي وتسمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا نحن نبن نتحدث عن الزهراء سلام الله عليها أنا لا أستطيع أن نوفي إلى ذلك وحديث طويل والروايات والخطبة وكلهم يتحدثون والسيد الإمام رحمة الله عليه الشيخ الوحيد حينما يتحدث مراجعنا حينما يتحدثون يتوقفون يقولون لك لهذا الحدود ما نقدر نتحدث عن الزهراء شيء عمق بحر متلاطم فكرا روحية في العبادة في الإيمان في الصبر في التحمل في كل المجالات على كل الأصعد الزهراء سلام الله عليه يعجز اللسان تتوقف العقول تتوقف العبائر إنسان ما يستطيع أن يغوص في عمق هذا الفكر وهذا العملاق الكبير ذات الزهراء سلام الله عليها لكن اليوم نحن نتحدث ولو بعض الأمور التي لها علاقة بواقعنا من خلال مدرسة الزهراء سلام الله عليها هناك خصائص عند الزهراء ينبغي أن نقتبسها وأنا دائما في هذه المحافل في هذه المجالس بدل إن ما نعيش حالات شكلية وصف وصف فقط نظري لخصائص الزهراء لسلوكيات الزهراء سلوكيات أهل البيت في كل الذكريات على الإمام الحسن على الإمام الحسين في المواليد في الوفيات بدلا ما نعيش في حالة في عالة التنظير في الوصف والخصائص والكذا لنعيش في عمق الذكرى كيف نستفيد من هذه الذكرى هذه من ضمن الدروس اللي بناخدها من الزهراء سلام الله عليها ونشوف مستوى المسافة بيننا وبين الزهراء مستوى المسافة بيننا وبين أهل البيت سلام الله عليهم مستوى المسافة بيننا وبين الأهداف التي طرحتها الزهراء سلام الله عليهم الأهداف التي طرحها أمير المؤمن سلام الله عليهم يقولون عن الزهراء من خصائصها الانقطاع إلى الله وهذه خصائص كله كل لإما سلام الله عليها يمكن في خطبة المتقين حينما يصفون الإنسان المتقي تشوف المصداق الأكمل المتجسد لخطبة المتقين هم أهل البيت سلام الله عليهم الانقطاع الله في كل أمر والتسليم له في شدة الالتزام بالتكليف والتكليف أنواع نحن في التكاليفنا وهذا موضوع التكليف موضوع مهم جدا تشوف مجتمعنا للأسف الشديد كل المجتمعات نحن نتكلم عن حيز تشيع هذا الواقع على مستوى التكليف أما غير مستوعبين معنى التكليف أو عنادا جهلا التكليف قد يكون على مستوى العبادات أنا إنسان مكلف لو تروح هذا مع الشرطة وكذا تقول ليش كذا هلأ أبر ليها النوع أنا مكلف أنا مكلف ويأخذ تكليف من وين من واحد بشري أحنا بعد نقول للمكلفين مكلفين لمن من الله سبحانه وإنت إذا قال لك إنسان منع أن تقول أنا مسلم ومسلم يعني التسليم والتسليم بماذا بأن تأخذ الأوامر والنواهي من الله سبحانه وتأخذ التكاليف من الله وتأخذها أدل وتعمل الواجبات وتنتهي على المحرمات مسلما إلى الله ومسلم يعني بيغضون اعتراض بدون أن تعترض ترضى شنو بما جاءك من الله سبحانه وتعالى التكليف في العبادات على مستوى الصلاة على مستوى الصام على مستوى الحج على مستوى الخمش على مستوى الزكاة على كل المستويات والتكليف على مستوى المعاملات الإسلام واسع الإسلام مو فقط اللي في الرسالة العملية هذه الرسالة العملية موجودة لكن هناك الإسلام أوسع دائرة من هذا الجانب إذن تكليف على مستوى العبادات تكليف على مستوى المعاملات يعني دورك أنت مكلف كنت في المسجد أو في الحسينية أو في السوق كل مساحات الحياة أنت مكلف في العبادات والمعاملات ومكلف على مستوى ماذا؟ الأنصياء للقيادة الشرعية على مستوى المصالح والمفاسد ينبغي أن شنو أن ترجع إلى وين؟ إلى الله وإلى من يمثل الله يمثل أهل البيت السلام الله عليهم هو الرسول ولأم سلام الله عليهم والفقهاء هذا من ضمن التكليف إذن تكليف واسع جدا الأنصياء والتسليم إلى الله في كل مسارات الحياة في كل الأصعدة في كل المساحة ينبغي أن يكون مسلما مسلم يعني شنو؟ التسليم تسليم لأمر الله يعني ما فيه شيء إلى الذوق ما فيه شيء يقول والله أنا على كيفي ما فيه شيء يقول على رغبتي ما فيه شيء يملي العاطفة على حساب الإسلام عدل؟ للأسف الشديد عدنا إحنا شنو؟ هاي اللي أقول إحنا نبغي أن نقيس المسافة هذا اليوم المسافة في موضوع التكليف أنا كم مساحة علاقتي وقربي في موضوع التكليف على مستوى العبادة على مستوى المعاملة على مستوى الانصياء على مستوى الطاعة الطاعة لأهل البيت والطاعة لشنو؟ إلى الفقهاء الذين يمثلون أهل البيت سلام الله عليهم أكو كثير للأسف الشديد ظواهر في مجتمعنا اليوم خطيرة وخاطب الشباب أكثر وخاطب أولياء الأمور أكثر إحنا اليوم في مدرسة الزهراء وفي ذكرى الزهراء وفي هذه الذكريات وفي هذه المواقف ينبغي أن نجسد نقوم بعملية تجسيد لأوامرهم لنواهيم للاتعاد عن نواهيم عملية التجسيد الفعلي أن نكون شنو؟ إنموذج أن نكون مصداق لما تريده الزهراء سلام الله عليهم لما يريدوا أهل البيت سلام الله عليهم ظاهرة من الظواهر ظواهر على المستوى الأخلاقي على مستوى السلوكي لا أدري الآن في الأجوة هذه في هذا المحفل يوجد نساء أو لا يوجد نساء لكن يوجدون أولئة أمور على مستوى الحجاب إحنا كل يوم تتبلور إلينا ضواهر هاي الحرب الباردة سامعين الحرب الباردة الحرب الباردة هاي اللي قاعدة تصير قدنا ضواهر على مستوى الأخلاق وعلى مستوى العقائدي أنا قبل مدة تكلمت عن الجانب العقائدي عدنا شباب قاعدين منطلقين في البعد الإلحادي تعاد عن الدين بسم الرحمة لاحظة الشيعة وهذا تحذير لأولياء الأمور المدرسة اللي ناخدها والدرس اللي ناخد من الزهر صلى الله عليه البعد الفكري البعد الفكري التعرف على الإسلام الجانب المعرفي يعني لا بد أن نهتم من الجانب المعرفي لأولادنا لبناتنا نتسلح بهذا الجانب لأنه هناك غزو فكري على هذا المستوى على المستوى العقائدي عادي محسوس أو غير محسوس أكل بعض عنده تطلع وعنده متابعة البعض الأسف الشديد غافل في مجتمعنا وشبابنا قاعدين ياخذونهم وإحنا في أجواء مصائب وضغوطات وكذا يستغلون أوضاعنا اللي نعيشها الآن أكو بعض الفئات تستغل أوضاعنا الضاغطة يعملون على المستوى العقائدي على شبابنا في الجامعات وغير الجامعات عبر القروبات لابد هذا نلتفت إليه أيها الأحبة نلتفت إلى أبنائنا نشوف وين قاعدين نروحون على مستوى الفكري على مستوى إشكالاتهم وتحتاج إلى معالجة وهذه تحتاج إلى مساعدة من الفعاليات التعليمية من المآتة من المساجد كل هذه الأمور تتضافر في دورات في برامج داخل كل قرية داخل كل محفل البعد العقائدي لا بد أن نهتم به هو أساس وأما على البعد السلوكي تشوفهم ضواهر كثيرة بيوت مدينين مؤمنين يعني نتحدث عن مظاهر خارج دائرة العوائل المتدينة الملتزمة ساعة تحصل لك حالات ظواهر تخرج من عوائل متدينة ما دي تسامح جهل عدم معرفة بالأحكام الشرعية تساهل ما يدري تشوفهم محجبة بكامل حجابها لكن حجاب غير مكتمل على مستوى الجراب يصبح هذا الشيء وكأنه ليس من الحجاب الأب تسامح المرأة تطلع البنت تطلع بدون جراب عدل المسموح بالحجاب شنو المسموح لها أن تظهر فقط الكف شنو الوجه كفين فقط لكن تحصل عندنا حانات الأسف ما أدري عن جهل عن تساهل ولكن البعض من تسألهم يقول على كيفي حريتي ما أرتاح للجراب هاي اللي نقول موضوع التكليف مو بالدوق مو بالرغبة أو في مستوى اللباس مظهر اللباس حجاب تقول لك أنه محجبة فطفات فطفات لكن تبرج طريقة اللباس خياطة اللباس كذا فيه تبرج لأن هذه ثقافة وثقافة فقية لا بد أن يتفقه ولي الأمر حتى يعلم أبناء يعلم بنات أن يفقه بنات به شنو بحدود الحجاب الشرعي وأي ظاهر نتسامح بها فتصبح عادة أي ظاهر نتسامح بها إذا نقدر اليوم نقف في قبالها غدا ما تستطيع رم كثرة الخطبة والمآتم والمساجد وعلماء الدين والحديث الإسبوعي وعادات الإسبوعي اللي موجودة في القرى وفي كل مكان ضخامة من العمل لكن إذا تسامحنا في بعض هذه الظواهر على المستوى العقائدي على المستوى الأخلاقي والسلوكي لشبابنا لشاباتنا بكرة غدا بعد سنة سنتين لو يجمع العلماء بكلهم يتجمعون يحكون يتكلمون ما عم بيسمحهم ولي الأول ما بيستطيع يغير بنته ولا بيغير كذا وهذا منطق أن كل الجماعكم يلبسون هذا منطق ساعد للأسف الشديد كل الجماعكم يساون هذا العمل هذا منطق في بيوت المتدينين ترجع على والدها على والدها على والدها على عمها على الآمر بالمعروف عن الناهي عن المنكر كل المجتمع عنده هذه الحالة كل المجتمع يساون كل البنات تسون هذا العمل نحن في ليلة الزهراء وفي هذه الذكريات وفي هذه المناسبات الأولى أيها الأحبة أن نتحدث عن ما يجسد أهداف الزهراء صلى الله عليه من يعيش كل الشكليات بضعة مني من آذىها فقد آذاني هذا يعدي الزهراء هذا يعدي الزهراء ومن آذى الزهراء آذى الله سبحانه وتعالى وآذى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآذى قلب صاحب العصر والزمان سلام الله عليه حتى لا نعيش شكليات في الانتظار ولا نعيش شكليات في علاقتنا بالزهراء ولا نعيش شكليات في احتفالاتنا ينبغي لك كل مرة إن شاء الله في احتفالاتنا نركز على ظاهرة وتركزنا على الظاهرة أن يتحول لأن عمل على الأرض المتدينين الملتزمين هذا الحفل المبارك حتى يفرح الزهراء سلام الله عليها في هذه الليلة المباركة ونعيش أهداف الزهراء وطموحات الزهراء وما تريده الزهراء سلام الله عليها لو فقط هذا أن نتحدث لبناتنا لجيران أي ظاهرة في قريةنا قرية صغيرة هذه قرية المرق قرية صغيرة تستطيعون من خلالها إيصال هذه الفكرة هذه الرسالة ندرس الظواهر العقائدية والضواهر السلوكية ونتحدث عنها في المسجد وفي الحسينية والخطيب والعالم في كل موقع ونحاول نأثر ونغير في هذه الظواهر هذه الليلة وهذه الدكريات هي محل الإصلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيدة الزهراء سلام الله عليها هي مصداق أكمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاء الله ما طولنا البعد الآخر من شخصية الزهراء سلام الله عليها وهذا جليف شخصيتها نصرتها للقائد لقائدها إذا تدرس شخصية الزهراء وموقفها الزهراء مع هذا العمر القصير يتجلى لك ثورة الزهراء مظلومة الزهراء بكاء الزهراء كل الحالات التي طرعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما حصل لأمير المؤمن سلام الله عليه تتجسد لك هي المعالم كلها أذل؟ أنها تتجلى الزهراء في نصرتها لقائدها أكبر الأهداف أكبر الأعمال ما فعلته الزهراء ما قامت به الزهراء كانت نصرتها لقائدها وهذا تجسيد حقيقي للتكليف التكليف مثل ما قلنا عبادات معاملات وهذا جانب آخر وهذا مهم جدا نصرتها لقائدها لوليها لأميرها وهذا درس نأخذه من الزهراء سلام الله عليها في هذه الليلة لتكون لنا مصداق وقدوة حسنة في هذه الليلة المباركة وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم مصدر على محمد وآل محمد اللهم مصدر على محمد وآل محمد وآل محمد